اشتركوا في القناة فنحن اليوم بنتعامل مع الدرس الاول والمخصص للحديث عن القوة والحركة في كتابنا في صفحة من 93 الى 102 اهدافنا رح تكون في هذه الحصة انا وانتو لفهم معنى القوة ودراسة تأثيرات القوة ثم التعرف على بعض انواع القوة الشهيرة اللي رح نتعود عليها في مقررنا ومن ثم استنتاج العلاقة ما بين القوة والتسارع والكتلة هذا قانون مهم جدا الربط بين الثلاث متغيرات قوة تسارع كتلة ومن بعدها بتدرب انا وانتو على حل المسائل وطريقة التفكير في حل المسائل اللي معنا فبالتالي بداية كتعريف للقوة نعرف القوة بانها مؤثر يعمل على تغيير او المحاولة في تغيير حالة الجسم الحركية او التغيير في شكل الجسم او حجم الجسم لما بقول يغير او يحاول التغيير مثلا اذا انا اثرت على جسم بحركة بس لو اثرت على جدار مني لباشر ما بيتحرك وبالتالي في قوة ولكنها لا استطعت التغيير وفي حالات اخرى تستطيع التغيير في الحالة الحركية للجسم هذا كبداية لتعريفنا مفهوم القوة ومن اشهر العلماء اللي في اذهان الجميع مربوط اسمه في دراستنا للقوة هو العالم اسحاق نيوتن وله فضل كبير في دراسة علم الميكانيك بشكل عام ونجد في فهمي للقوة ان معنى القوة القدرة على احداث الدفع او القدرة على احداث السحب فمن تأثيرات القوة ان تسبب الدفع وتسبب السحب مثل ما قاعد تشوف في الشكل اللي امامك هذا الشكل اللي امامي شخص يحاول سحب الباب هنا دفع الباب هذا الدفع هذا السحب بحاجة قوة وبالمثل نفس العملية لاجل اني انا في ذهنك تعرف شنو تأثير القوة في محيطها كذلك القوة تعمل على تغيير شكل الجسم انا بغير في شكل الجسم بالاعتماد على القوة لاحظ هذه العلبة اللي امامي اذا تنضغط بتغير شكلها هذه الورقة اللي امامي اذا انا شقيتها بتغير شكلها هذا الاقلاس اذا طاحت انكسرت تتغير شكلها فهذا يعتبر من ضمن تأثيرات القوة في محيطها وفهمنا لذلك بيكون اكثر واكبر مهم جدا عزيز الطالب وانت صار لك خبرة بمجرد انك تعملت بالوحدة الثانية مع السرعة والوحدة الثالثة مع التسارع فانت كطالب صرت خبير بالكميات المتجهة وفهم بان الفيزياء فيه كميات عددية سكيلرز وفيه كميات متجهة ذكترز تصنف القوة بانها متجهة ولهذا نجد بان هذه القوة ككمية متجهة وتقاس بوحدة النيوتن يتم تمثيلها بواسطة سهم هذا السهم او بينقوسين نقول عليه احنا نسميه متجه في علم المتجهات ومقدار المتجه اللي يمثل القوة يتناسب طوله مع مقدار القوة ويشير رأس السهم الى اتجاه تأثير القوة مثال بالشكل اللي امامك هذا انا رسمت لك متجه قوة شرقا بمقدار خمسة نيوتن سميتها افوا طيب بالمثل هذه متجهة قوة اخر مقدار القوة هذه انا بس تنتج انه اكبر لانه طول المتجه اكبر وبالتالي الافتو عشرة نيوتن وانتبه انا وضعت سالب عشرة لماذا وضعت الاشارة السالبة لانه هذه الافتو باتجاه يعاكس الافوا فمادام اعتبرت الافوا موجبة اذا اجبار الافتو يكون الاشارة لاتجاهها سالبة وبالتالي نجد بان الاتجاه السالب معاكس دائما للاتجاه الموجب ويسمى الجسم الخاضع للقوة عادة بالنظام فنسمي الجسم الذي يخضع للقوة نظام وكل ما يؤثر به من مؤثرات يسمى بالمحيط الخارجي وبالتالي الشكل اللي امامك اذا شفت امامي هذه الكرة الموضوعة على اليد هي اللي بتمثل النظام جسم الكرة طيب ويش اللي يأثر في هذا الكرة اللي امامي ترى هذه اليد هي تعبر عن المحيط الخارجي امامنا ومن بعدها مهم جدا عزيز الطالب ان نفهم ماذا يعني لمخطط الجسم الحر هم مستقبلا في ثاني ثانوي في توجيهي حتى لما بتوصل الجامعة بتحتاج هذا المصطلح لانه مهم جدا في فهمك للقوة فمخطط الجسم الحر او الفري بادي دياجرام نموذج فيزيائي يمثل كل متجهات القوة التي تؤثر في النظام وقلت النظام هو الجسم اللي خاض على القوة لذلك طالع في هذا الشكل اللي امامك سيارة هنا عندي اشخاص يدفع السيارة للامام وتواجه السيارة قوة احتكاك للخلف هناك وزن السيارة للأسفل الشارع يتحمل السيارة بقوة للأعلى لاحظ الشكل اللي عندي انا ما يهمني لون السيارة وطولها ومرسيدس ولا شكل ماركاته اي كير يعني انا يهمني القوة المؤثرة فيها وين صار فاتجاهات القوة المؤثرة في السيستم او في النظام اللي معاي هو ما يسمى مخطط الجسم الحر وهذا عزيز الطالب رح يساعدنا في فهم اسلوب حل المسائل الخاصة في قوانين القوة فاتذكر ارجوك مخطط الجسم الحر وتعلم وتعود شلون نتكون مخطط الجسم الحر للمسألة اللي معاك في حديثنا عن موضوع القوة وفهم قصة اليوم وقصة لذيذة على فكرة القوة لما انتو بتفكروا فيها و بتتابعوا اللي بينعرض رح تحس بانك بتتعامل بأشياء مغربة عليك لانه هي في حياتنا هذه علم الطبيعة فانا رح اورد بعض انواع القوة اللي بنتعامل معها هنا في ماداتنا ولكن هناك انواع قوة اخرى بتتعرف عليها مستقبلا يعني هذه ليست كل القوة انا قاعد اعرض انواع القوة اللي بنتعامل في مادتنا فيها اول قوة ارجوك تنتبه عليها وتركز عليها قوة مهمة عندي هي قوة الجاذبية الارضية والتي سنعطي لها دائما ونتعود ان نسميها FG FG رمز لقوة الجاذبية في بعض الكتب يعطونها W ليش W يعطونها رمز لانه هذه القوة مال الجاذبية تسمى الوزن والوزن لانه بمعنى wait فيرخضون رمز W كتابنا معتمد رمز ال FG هذه القوة كتعريب هي قوة جذب الارض للجسم واللي متعودين احنا نسميها بقوة الوزن وأرجوك تذكر هذه الصيغة لحساب الوزن لأي جسم في الدنيا قانون حساب الوزن FG تساوي دائما الام في جي هذه الام تدل على ماذا كتلة هذه الجي درستوها في الوحدة الثالثة تسارع الجاذبية 9.8 ولذلك أرجوك عزيز الطالب لأنك شخص متعلم وقاعد تدرس مواد علمية هناك فرق ما بين إنه واحد يقول لك وزني 60 كيلو جرام يقول له خطأ أرجوك الوزن بالنيوتن لأنه قوة فما يصير تقول وزني 60 كيلو جرام عالش بقول أستاذ بتقول كتلتي 60 كيلو جرام طيب وزني وزنك أضرب 60 في 9.8 فيطلع مقدار الوزن من الناحية الفيزيائية ورح نتعرض وأوضح لك هذه بتفصيل أكثر إن شاء الله في هذا الدرس القوة الثانية اللي بنتعرف عليها أحبة الطلبة هي القوة العمودية واللي بنعطي لها رمز الـ F N N هذه من كلمة Normal Force Normal تعني عمودي هذه القوة العمودية هي قوة تلامس تلامس ما بين جسم وسطح يؤثر بها سطح على جسم بيستند عليه لتعادل وزن الجسم أنا وقفت على الأرض ليش ما طحت لأسفل الأرض تحملتني تحمل الأرض ليه هو بقوة عمودية تقابل وزني النوع الثالث من القوة هو ما يسمى بقوة الاحتكاك واللي بنعطي ليها رمز الـ F F الـ F هذه هي من Friction Force Friction تعني احتكاك فهي قوة بتنشأ بين سطحين متلامسين لتقاوم الحركة النسبية بينهما وتشعر بها أنت عزيز الطالب إذا بتسحب صندوق على أرض رخامية ترى بيكون أسهل عليك مما تسحب الصندوق على أرض سجاد لأنه في حالة وجود الصندوق على السجاد يكون احتكاك أكثر فتقاوم الحركة مقاومة أكثر أما على الأرض الصلبة مثل الرخام يكون احتكاك أقل وهذا تلمسه أنت في حياتك أيضا من قوة اللي بنتعمل معاها قوة الشد ورح يمر عليك مصطلحات أو وجد قوة الشد وحسب قوة الشد بنعطي لها رمز F-T والـ T-I من Tension Force Tension تعني شد وهذه القوة نجدها في الخيوط الحبال السلاسل أي شيء يشد جسم يعتبر في قوة شد القوة الخامسة عندنا هي قوة المرونة وأنا لي ملاحظة أنت في كتابك رح تطالعها مكتوبة قوة النابض ولكن الكتاب يعني فعليا قوة المرونة اللي في النابض قوة المرونة وهذه القوة لمرونة النابض احنا عادة بنعطي لها رمز F-S-P S-P يايا من سبرينج وهي قوة ارجاع يؤثر بها النابض فقط إذا تغير طول النابض يعني إذا عندك زنبرك سحبت الزنبرك تغير الطول إذا تتولت قوة إرجاع إذا تركت النابض بيرجع مكانة بقوة الإرجاع هذه آخر قوة معروضة في كتابنا هي قوة الدفع واللي بنسميها احنا Thrust Force قوة الدفع هذه نجدها في المحركات والآلات الصواريخ الطائرات كقوة مسببة للحركة هذه الصورة اللي أنا اخترتها صراحة بتعرض لك بعض أنواع القوة اللي احنا بنتعامل معاها هذه مثلا التزلج على الجليد في احتكاك عندي فهذه قوة احتكاك هنا الشخص اللي ساقط من طائرة أو من القفز المظليين في قوة gravity force الوزن وش اللي طيح الريال على تحاث وزنه هذه عندنا قوة دفع على العربة هنا بنفس الطريقة هنا في قوة مقاومة من الهواء وقوة سحب هذه تنشن لاحظ قوة الشد في الحبل هذا حبل في شد على يمين شد على يسار فقوة الشد اللي تعرض امامي وهناك ايضا قوة النابض طالع هذه اللعبة اللي امامك خزنت في نابض كان مضغوط فقد يضغط النابض لتوليد قوة وقد يسحب النابض ايضا لتوليد قوة هذا الشكل اساس اعطيك صورة عن مفهوم القوة اللي قاعدين يتعامل معها عزيز الطالب ولعلمك انت هناك قوة اخرى غير هذه القوة المكتاب مثل القوة المغناطيسية والقوة الكهربائية والقوة النووية بتتعرض لها بمقرارات لاحقا ان شاء الله حتى نفس القوة النووية فيها قوة قوية وقوة ضعيفة يعنيني في درسنا اليوم اثبت مفهوم الوزن والوزن انا عرفته قبل شوي وقلت هو قوة جذب الارض للجسم ويحسب وزن اي جسم في الدنيا بواسطة ضرب الكتلة في التسارع ما الجاذبية يعني ام في جي عندما نضرب الكتلة في تسارع الجاذبية بنحصل على الواسن لاحظ كتلة الجسم وحدتها كيلو جرام وهذه ثابتة للجسم الواحد بينما الوزن ارجوك انتبه على هذه المعلومة المهمة الوزن ليس ثابتا للجسم الواحد اما الكتلة قالت ثابتة للجسم الواحد لماذا لانه الكتلة هي كمية المادة المكونة للجسم انت عندنا مثلا كيلو تفاح كيلو كيلو التفاح مكونة من خمس حبات تفاح سواء كنت على الارض او رحنا للقمر في القمر خمس حبات التفاح تم مثل ما هم معاي لذلك الكتلة بقت خمسة من الحبات اللي كتلتها واحد كيلو جرام فبالارض واحد كيلو جرام وبالقمر واحد كيلو جرام لكن انت على الارض قوة جاذبية الارض تسارعها 9.8 ولكن في القمر تسارع جاذبية القمر 1.62 يعني جاذبية اضعف ولذلك وزن كيلو التفاح هذا على الارض بيكون تقريبا 10 نيوتن بس اذا رحت للقمر بيصير 1.6 نيوتن فالوزن تغير من مكان لمكان ويعتمد على مقدار التسارع الجاذبية فارجوك عزيزي الطالب انك تنتبه لذي المعلومة ان الوزن يتغير بحسب المكان ولكن الكتلة ثابتة مهما كان الموقع وعلشان انت طالب نجيب ومتابع ومتميز خليت لك سؤال ابيك تشيك نفسك فهمت اللي توني شرحت لك او لا باعتبار كتلتك 56 كيلو جرام اجب عما يلي سؤالي الاول ما هي كتلتك لو كنت على سطح القمر فكرت ابدعت ابدعت تفكيرك صحيح فعلا لما تكون على سطح القمر ستجد كتلتك 56 كيلو جرام هذا تفكير صحيح ويعني لانك فهمت بانه هذه المس الكتلة على الارض نفس الكتلة على القمر نفس الكتلة في المريخ نفس في المشتري لاحظ لاحظ الاجابة نفس ما انت اجبت سؤالي الثاني سؤالي الثاني بتوجد وزنك وانت على الارض وباعتبار جاذبية الارض عشرة انا بخلي جاذبية الارض عشرة متر سكيند سكوير اذا اعتبرت هذه القيمة للجاذبية جي انت تلتزم دائما بتعليمات السؤال عزيز الطالب يعطيك السؤال معلوم ان الجاذبية تسعة وان ثمانية او الجاذبية عشرة فانا اعطيتك لو اعتبرت الجاذبية عشرة كم بيطلع وزنك على الارض اوكي حسبت فكرت ابدعت ابدعت في عملك واستجابتك ووجدت بانه تسارع الجاذبية عشرة مضروبا في الكتلة ستة وخمسين بيعطيني خمس مية وستين نيوتن اذا انت وزنك على الارض خمس مية وستين نيوتن الان في المطلوب الثالث عزيز الطالب وضعت لك سؤال بطلب حساب وزنك على القمر وعطيتك معلومة ان تسارع القمر 1.62 متر بير سيكن سكوير فانت بتكتب في هذه الحالة قانونك ان FG تساوي M في G وتعوض ان FG بتطلع لنا 56 في 1.62 وتجد وزنك على القمر هو 90.7 وقارن مع الوزن على الارض دائما الوزن على القمر هو سدس قيمة الوزن على الارض يعني اذا شخص وزنه في الارض ستميت نيوتن اذا راح القمر وزنه بيكون مئة سدس الكمية بالضبط هذه بالنسبة للوزن والكتلة واللي اتمنى تذكرها دائما في بحثنا الآن بقصة القوة اللي قاعدين نبحثها اليوم بناقش معاكم علاقة القوة والتسارع والكتلة وانتبه معي ان هذه المتغيرات الثلاث هي الاساس في قوانين القوة اللي راح نتعامل معاها قوة تسارع كتلة من حيث الرموز ابيك تتعود بانه احنا بنتعامل مع القوة برمز F والتسارع A والكتلة M هذه الرموز الاساسي اللي بنتعود نتعامل معاها لو رأيت كتلة معاي قيمتها M تخضع لتأثير قوة مقررها F سينتج تسارع A هذا التسارع ناتج عن تأثير القوة الان بتفكيرك انت لو زيدنا القوة مرتين القوة المؤثرة على هذا الجسم لو زيدناها مرتين ما الذي ينتج سينتج عندك زيادة في التسارع ورح يزداد مرتين التسارع لان القاعدة ان التسارع يتناسب طرديا مع مقدار القوة المؤثرة وبالتالي اذا قوة زادت مرتين التسارع بزيد مرتين طب قوة زادت ثلاث مرات بزيد التسارع ثلاث مرات لو اخذت في المقارنة هذه العلاقة البيانية اللي امامك ستجد هنا ان التسارع والقوة بينهما علاقة واضح من الرسم البياني انه هذه العلاقة الطردية تزداد قيمة التسارع مع زيادة قيمة القوة الان اذا بشوف تأثير الكتلة على التسارع ماذا يؤدي زيادة الكتلة لمقدار التسارع اذا زادت كتلة الجسم واصبحت الكتلة اكبر بمرتين القوة خليتها اف على حالها ثابتة نفس الحالة الاولية القوة ستجد في هذه الحالة ان التسارع ستنخفض قيمته الى النصف ليش النصف لانه الكتلة زادت مرتين وبالتالي علاقة التسارع انه يتناسب طردية عكسيا مع الكتلة يعني اذا زادت الكتلة التسارع يقل والعكس فلانه التسارع عكسيا مع الكتلة بسبب زيادة الكتلة انخفضت قيمة التسارع اللي معاي وفي هذا الرسم البياني اللي امامك ستجد بانه هذه المنحنة البياني ميل اكبر من الميل الثاني واكبر من الميل الثالث التغيرات اللي كانت عندي هنا للكتلة هذه 2M هنا 3M فتلاحظ هنا لما كانت كتلة واحدة كانت التسارع بقيمة اصبح التسارع بقيمة اقل عند 2M اصبح التسارع بقيمة اقل عند 3M هذا اذا كنت بنفس قيمة القوة ومثبت القوة على قيمة محددة اذا القوة نفسها بس هنا كان تسارع غير هنا تسارع مختلف هنا تسارع مختلف اللي كان يغير قيمة التسارع هو اختلاف الكتل اللي في علاقتنا وتلاحظ من هذه تجربة الخلاص اللي توني قعد تكلمك فيها زيادة التسارع مع زيادة القوة لان هذا يمثل علاقة طردية بزيد التسارع تزداد القوة معه ونقص التسارع عند زيادة الكتلة فاذا الكتلة ام زادت التسارع الناتج يقل التسارع اللي معاي وهنا نجد بان منحنى القوة والتسارع يعني يعطيني ميل وهذا الميل يساوي لنا مقلوب الكتلة بمعنى انا باتكلم بانه الميل يساوي لنا مقلوب الكتلة ام يعني اذا كان الميل اربعة اذن الكتلة مقلوب الاربعة وهكذا بتنتبه لهذه العلاقات ما بينهم بداية الدراسة في قوانين القوة والحركة بنبتدي احنا بقانون لنيوتن الثاني وهو من اهم القوانين في علم الحركة هذا القانون لنيوتن هو القانون الذي يثبت العلاقة ما بين التسارع والكتلة والقوة كنص 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 اذا بغيت تكتب تعريف هو ينص على ان تسارع الجسم المتحرك يتناسب طرديا مع القوة المؤثرة و عكسيا مع مقدار كتلة الجسم لما نذكر طرديا انت كطالب علمي متعود انه تناسب الطردي زيادة الاول تزيد المتغير الثاني والتناسب العكسي زيادة الاول تؤدي لنقص المتغير الثاني ونرى هذا جليا من خلال العلاقة الرياضية هذه العلاقة لقانون نيوتن الثاني والتي تنص انه الاف كقوة تساوي الكتلة ام هذه الكتلة مضروبة في التسارع والوحدات ارجوك 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 انتبه اننا نتعامل بالوحدات الدولية يعني اذا يابلك سؤاله كتلة الجسم خمسمائة جرام جرام ما تمشي مع التسارع والقوة نيوتن لنيوتن ما يتماشى مع الجرام يجب تحويل الكتلة الى كيلو جرام فبالتالي الماس وحداتها كيلو جرام المعتمدة والقوة وحداتها نيوتن والتسارع متر لكل سكن تربيع وهذه العلاقة اذا حبيت تحولها الى صورة ثلاثية ستجد انها تسهل عليك حل المسائل المختلفة تبت كتلة هي F على A مطلوب تسارع F على M مطلوب قوة M في A وبالتالي هذا المثال اللي عرضته قبل شوي تلاحظ فيه اذا كان جسم صغير يكفي قوة صغيرة ويتحرك شوف الرياح شو مستانس قاعد يحرك 40 كيلو بس هون المعانا هالرياح قاعد يحرك 400 كيلو جرام فبيحتاج قوة اكبر واضح حوي لذلك مهمة فهم لتناسب القوة مع الكتلة عزيز الطالب الان اخترت لك تدريب لاجل انطبق عليه ما تعلمنا في قصة نيوتن وانا اتعمد اتاخذ التدريب من كتابكم في صفحة 102 بالكتاب عطاني معلومة ان طالب يتزلج على الجليد تمام يساعده ابوه بان يسحبه ليكتسب تسارع ممتاز اذا قيمة التسارع الان موجودة معاي هذا هو التسارع ايه وعطاني معلومة السؤال ترى هذا الطالب اللي ابوه قاعد يساعده كتلة الطالب 27.2 وترى هاي الكتلة ما الطالب شكلا بروضة ترى مبثلوي نفسكم يعني 27.2 كيلو جرام مطلوب قوة الاب في هذه الحالة قوة الاب المطلوبة اف شا سوي الان في طريقة الحال اول اجراء ابيك تعود نفسك عليه ارجوك عزيز الطالب اكتب قانون نيوتن امامك اف وام واي هذا المثلث الشهير الان هذا القانون الجزء المطلوب مني اف القوة هذا المجهولة طيب كقانون من الشكل اللي امامك اف رح تساوي ام في اي خذت قرارك انت في حل السؤال بعد ما فهمنا المعطيات وكتبت القانون بالصيغة المطلوبة اللي تساعدك في حل السؤال اف تساوي ام في اي اختيارك صح وسليم الان بعد اختيار القانون نأتي للتعويض بعوض الكتلة 27.2 والتسارع 0.8 اهني خلص دور الفيزيات ترى اللي باقي رياضيات وانتو خبرة في الرياضيات ان شاء الله ما بنخاف عليكم فلما تضربوا هاي الارقام بتحصل ان قوة الاب 21.76 نيوتن هذه قيمة القوة المطلوبة علي في سؤالي وتدريبنا الاول في التدريب الثاني لاحظ عزيزي الطالب وش اخترت لك انا من الكتاب تحدي لشان تشوف انه هذا التحدي بالنسبة لك شي سهل وبسيط لانه الطالب يكبر يتشوف والتحدي انت رح تشوف تحدي اسهل من الاسئلة العادية ارجوك انتبه وفكر معاي هذا التحدي في كتابكم صفحة 108 كتب لي في سؤال التحدي ان عرب كتلتها 0.5 كيلو جرام اذا وش استنتجت اول معلومة عزيزي الطالب استنتجت الكتلة عطاني سؤالي كتلة الجسم ام هذا الشكل اللي امامك هاي العربة هذا اللي كتلتها ام طيب هذه العربة تنطلق بسرعة ابتدائية تذكروا في الحصة اللي كانت قبل انا وانتو يوم درسنا معادلات الحركة السرعة الابتدائية وش كنا بنعطي لها رامز كنا بنعطي السرعة ابتدائية رمز ال vi عطاني السرعة الابتدائية للانطلاق vi initial velocity ويؤثر هذه اوكي يؤثر في العربة عند عبورها البوابة الضوئية قوة اذا الان اعطاني قوة تؤثر في العربة علشان تحركها طيب كم هاي القوة المؤثرة عندي zero point four نيوتن وهذه قوة بنفسه تجاه الحركة للعربة المتحركة معاي اول مطلوب بسؤالنا ما للتحدي كم تسارع العربة يعني عزيز الطالب انا متأكد الان عدد كبير منكم صاروا جايبين المطلوب الاول يعني انا متأكد لانه بوضع قانون نيوتن الثاني اذا عزيز الطالب في هذا التحدي في هذا التحدي لما سألني عن التسارع بطالع في قانون نيوتن الثاني اللي ابيك تعود نفسك دائما اكتب القانون امامك علشان تحدد وش المعطيني وش المطلوب علي المطلوب ايه فانا باخد قراري ترى الايه تساوي F على M هذا القانون المطلوب لحل السؤال في الفرع الاول الان هذي القانون اللي انا اشتغلت عليه بعد ما سجلت قانون نيوتن اللي معاي وحساب التسارع لاحظ عوضت القوة بقيمتها والأم بقيمتها هذي الايه هي المجهولة عندي انتهى دور الفيزية ترى الباقي رياضيات معادلة ومجهول عشان تطلع الايه ش ازوي بنقسم على ما يرافق الايه فبنقسم على بونت فايف كان قسمت بونت فور على بونت فايف وبالحسابات طلع لنا التسارع زيرو بونت ايت متر على ساكن تربيع هذا اللي هو المطلوب الاول في التحدي شفت شلون انه الموضوع بسيط اذا كنت فاهم المطلوب الثاني لاحظ هنا في السؤال اللي سووه قل لي انه اذا العربة استغرقت وقت ما بين البوابة الاولى الين البوابة الثانية اخذت وقت مقدار 1.3 ساكن علشان تعبر بين البوابتين فما هي المسافة بين البوابات اللي امامك المسافة ديستنس دي اذا هنا لانه طلب مني ديستنس دي انا مضطر ارجع لمعادلات الحركة اللي تعلمنا عليهم في درسنا السابق واللي قبل معادلاتك الثلاث لاحظ وش المتوفر معلومات معاي انا قادري عن ال vi موجود عندي vi الان في خطوتنا الاولى صرت اعارف التسارع ايه تسارع الايه موجود عندي واضافة لذي المعلومات vi وايه عندنا الان معلومة اخرى عن وجود الزمن t هذا الزمن معروف ارجع معادلاتك الثلاث مثل ما كنت دربتك في الدروس السابقة اختار من المعادلة اللي تنجح ومن اللي تفشل بحل السؤال طبعا الاولى معادلة فاشلة والكل عارفين ليش اعزائي طلبة لان ادور مسافة هل الاولى فيها مسافة d ما فيها اي مسافة ولذلك تعتبر فاشلة المعادلة الثالثة فاشلة مع انه فيها d بس بتحتاج سرعة نهائية فيفان الونامواد لتشام سرعة السيارة عقوب ما طلعت من البوابة الثانية فالفيفان المفقودة فالمعادلة الثالثة فاشلة هذا اللي تنجح في حل السؤال وبختار معادلتي d تساوي di vit نص 80 تربيع بما انه ما حدد لنقطة البدء في الحركة فبنعتبر انه نقطة الاصل هي بداية حديثنا عن حركة الجسم ونقطة الاصل بنعتبر اذا di صف ونلغيها من معادلاتنا هنا vi ما بتلغى انتبه الدرس الماضي كنا نلغي vi لانا نقول بدء من السكون هنا لا العربة بدت بسرعة ابتدائية point two five ولذلك لما بتعوض الان عزيز الطالب هنا vi عوضت قيماتها ومضروبه في time ثم عوضنا نص هذه مالة القانون النص وهذه النص اللي معانا مضروبة في point eight زين وش هذه هي قيمة التسارع هذا اللي معاي تعبت ويبتم شوي هذا ثم time تربيع القانون time تربيع ونحصل بالنهاية ان المسافة بين البوابتين وحدمت لاحظ بمعادلات انا اوجدت اجابة هذا التحدي وبكل بساطة وانت عزيز الطالب قادر على فعل ذلك ان شاء الله وارجوك تدرب ودرب نفسك الفيزيكس تحتاج تدريب حل مرة واثنين وثلاث واغط ما عندنا مشكلة بتجد بانك صرت قوي في فهم المادة اتمنى في نهاية هذه الحصة اكون ساعدت باي نسبة لو 50% 60% بتوصيل المعلومات المطلوبة عليكم ولي الشرف بكم ونلتقي بكم ان شاء الله في حصتنا القادمة الى لقاء